مضروح بالجمع والاستهاد العرقي في إيران يحضر في الذهن إقليم الأحواز وما يعانيه من تهميش سياسي واضطهاد ضد السكان العرب هدفه كما يقولون طمس الهوية العربية لتلك المنطقة الأشهر الماضية الأخيرة ومنذ اندلاع الاحتجاجات ضد نظام خامنائي في كافة أنحاء البلاد كثفت السلطات الحكومية حملاتها الأمنية في الأحواز الذي بات يشهد بشكل يومي اعتقالات تركزت بالدرجة الأولى على الناشطين الحقوقيين والسياسيين المعارضين منظمة العفو الدولية وفي أحدث تقرير لها تناول الحريات في إيران رصدت مئات حالات الاعتقال معظمها تركز في محافظة خزستان بمدن الأحواز والحميدية والمحمرة وشش ما جعل الخوف والترقب يسيطر على هذا الإقليم العربي ولفتت العفو الدولية إلى أن سجل النظام الإيراني حافل بالاستهاد والتمييز ضد العرب الأحوازيين بناء على دوافع سياسية بالدرجة الأولى موضحة أن الاعتقالات تجري بشكل تعصفي بدون أوامر توقيف أو تهم واضحة والحال في مراكز الاعتقال أشد وأفضح حيث يمنع المعتقلون من توكيل محامي أو الاتصال بأهالهم ثم يتم زجهم بسجون انفرادية يعانون فيها شتى ألوان العذاب والإهانات الجسدية والنفسية وبسبب التكتم الأمني والإعلامي تبقى أعداد المعتقلين المسربة أقل بكثير مما يجري على أرض الواقع الأمر الذي دفع منظمة العفو الدولية إلى توصيف حالات الاعتقال هذه بعمليات الإخفاء القسري ويواجه العرب الأحوازيون في إيران منذ عدة عقود تمييزا عرقيا وإقصاء سياسيا وتهميشا مجتمعيا فيما يتعلق بالتعليم والتوظيف والحصول على المسكن المناسب كما أنهم يحرمون من التمتع بحقوقهم الثقافية واللغوية ويطالبون منذ فترة عبر النشاطات السياسية والمدنية بهذه الحقوق ولكن دون جدوى